بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني سوف أقدم لكم هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مسابقة الأساتذة في الرياضيات للتعليم الثانوي رقم اثنان إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن عندنا هذه اثنان قوة نريد أن نبحث عن قواسمي على سبعة إذن نقول دراسة بواقي إثنان قوة آن على سبعة هنا أبنائي الأمر جد بسيط معناها نعطي قيم هنا للآن أول قيمة يأخذها الآن هو سفر إذن أول قيمة آن كم أخذ سفر وتصبح لنا إثنان قوة سفر وهي واحد والواحد بما أن أصغر على السبعة يبقى هو نفسه كباقي لأن الباقي يجب أن يكون أصغر من هذا الترديد زائد عدد موجب ثم عندنا الآن نعطي له متابع جيدا ثم الآن نعطي له واحد فتصبح لنا إثنان قوة واحد إذن آن يساوي واحد تصبح لنا إثنان قوة واحد وهي ماذا؟ وهي إثنان ما زالت أصغر من سبعة إذن تبقى لنا إثنان بالترديد سبعة نعطي الآن للآن نعطي له إثنان إذن آن يساوي إثنان لهي إثنان قوة إثنان إثنان قوة إثنان بالآلة الحاسبة هي أربعة أربعة ما زالت أصغر من سبعة إذن تعتبر كباقي ثم نعطي كذلك للآن نعطي له ثلاثة نصبح لنا آن يساوي ثلاثة آن يساوي اللي هي إثنان قوة ثلاثة اللي هي كم؟ ليس ستة ثمانية الثمانية هي أكبر من إذن نصبح لنا هنا ثمانية ولكن لا يمكن أن نقول على الثمانية إنه باقي لما نقسم ثمانية على السبعة السبعة تعطينا ناتجة واحد والباقي واحد الذي نحتاجه هو الباقي إذن هذه تصبح توافق اللي هي إثنان قوة ثلاثة تصبح مزالت توافق لنا واحد بترديد سبعة إذن هل نكمل أم نتوقف؟ علينا أن نتوقف إذن طلقنا من واحد إثنان ثلاثة أما هذا فلا يعد لأن نفس باقي هو الواحد إذن هذه القسمة هي قسمة دورية إذن نكتب دور القسمة هو ماذا هو ثلاثة يعني لو نعيد كل مرة تتكرر البواقلية واحد اثنان أربعة واحد اثنان أربعة يمكن أن نلخص هذا الأمر كله في جدول بسيط لاحظوا من خلال هذا الجدول سوف ننظم أفكار نتابع جيدا إذن هكذا أبنائي لاحظوا إذن هنا عندنا نضع آن يوافق وهنا إثنان قوة آن توافق لاحظوا أولا عندنا هنا نقول قلنا ثلاثة يعني معنا نكتب هنا ثلاثة ك لاحظوا جيدا سوف نقوم بقسمة الجدول واحد إثنان ثلاثة هكذا ستتعلموا إذن قلنا ثلاثة ك ثم ثلاثة ك زائد واحد ثم ثلاثة ك زائد اثنان ما معنها زائد واحد معنها زائد سفر زائد واحد زائد اثنان بترديد هنا بترديد الثلاثة لأن الدور ثلاثة وهنا بترديد سبعة لأننا نتحدث مع الترديد سبعة البواقي كم وجدنا أبنائي الباقي الأول وجدناه واحد والثاني اثنان والثالث أربعة إذن ماذا نكتب؟ نكتب بواقي اثنان قوة آن على ماذا؟ على سبعة هي بكل بساطة يا أبنائي هي الواحد والاثنان والأربعة مهما كان هذا آن في هذا الموضح بهذه البساطة الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال وهو سؤال البواقي نأتي إلى شيء آخر لاحظوا قال استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد هذا على ماذا؟ على سبعة هذا العدد نسميه آ حتى نكثر الكتابة كل مرة إذن نقول استنتاج لاحظوا استنتاج باقي آ على ماذا؟ على سبعة استنتاج إذن هذا الآن أولا دون نلاحظ جيدا إليه أركزوا معي أرجوكم أن الأمر فيه نوع من الحساب فقط لاحظوا هذا العدد نريد أن نجده كم يوافق هنا علامة استفهام بدلالة بترديد سبعة أولا ماذا تقول غايدة؟ أولا نأتي إلى هذه القيمة نقسمها على سبعة وهي الف وتسعمائة الف وتسعمائة واثنان وستون لو نقوم بقسمتها على سبعة يا أبنائي سوف نجد لاحظوا سوف نجد هكذا على سبعة الباقي سوف نجده اثنان ما يهمنا هو الباقي ليس النتائج إذن فتصبح لنا هذه الف وتسعمائة واثنان وستون توافق اثنان بترديد سبعة هذا الأمر الأول لكن نحن عندنا الف وتسعمائة واثنان وستون قوة يعني نضع هنا قوة الف وتسعمائة واربعة وخمسون وهنا كذلك الف وتسعمائة واربعة وخمسون مثل ما نضع من هنا نضع من هنا هذه موافقات الآن معناه نبحث عن اثنان قوة الف وتسعمائة واربعة وخمسون هنا ماذا تقول القاعدة بما أن وجدنا هنا هذا الباقي له علاقة مع هذا الجدول اللي هو الاثنان هو الاثنان فنأتي إلى ألف انظروا جيدا ألف وتسعمائة واربعة وخمسون نقوم كذلك بقسمتها بما أن تقع في الأس والآن هذا هذا الآن انظروا أين يقع يقع في الأس فعلينا أن نقسم ليس على السبعة إنما نقسم على الثلاثة لأنه يقع في الأس الذي يقع في الخط يقسم على سبعة انظروا أما الذي يقع في الأس مثل هذا فيقسم على يقسم هل تفهموها يقسم على الدور والدور وجدناه ثلاثة إذن نقسم هنا على الدور فماذا نجد يا أبناء نجد ستمائة وواحد وخمسون والباقي واحد ما معنى معنى ألف وتسعمائة واربعة وخمسون هذه يمكن أن نكتبها هي ثلاثة في ستمائة وواحد وخمسون زائد واحد أليست من الشكل يا أبنائي انظروا ثلاثة زائد واحد نعم إنها ثلاثة زائد واحد تعالوا نذهب إلى الجدول ونبحث على ثلاثة زائد واحد ها هي باقيها ها هو إذن ماذا ينتج يا أبنائي ينتج لنا أن هذه تصبح توافق لنا اثنان بترديد سبعة ها هي الآن استنتجنا يا أبنائي ماذا يقول أحدكم لم نفهم هذه لاحظوا ثلاثة ك زائد ماذا واحد ثلاثة ك زائد واحد ها هو في الخانة هذه باقيه هو هذا العدد اللي هو إذنان الآن بعدما أكملنا مع هذا الجزء الأول نأتي الآن أبنائي إلى الجزء الثاني ما معنى الجزء الثاني؟ معنى نأتي إلى هذه القيمة الآن ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون نائما كم توافق لنا بترديد يا أبنائي بترديد سبعة وجدناها واحد يعني نقوموا بالآلة الحاسبة سوف تجدون ثم أخذه 0.14 أعيدوا أضربها في سبعة تجدون 0.98 قريبا إلى واحد إذن الباقي هو واحد ثم الآن ندخل عليهم القوة عندنا قوة ألف وتسعمائة واثنان وستون هنا كذلك ألف وتسعمائة واثنان وستون لكن الواحد مهما جعلنا له أي قوة يبقى لنا واحد إذن توافق لنا واحد بترديد سبعة هذا الأمر الثاني نأتي الآن إلى الأمر الثالث لهو الفين وخمسة عشر لما تقسم لما تقسم إذن الفين وخمسة عشر لما قسمناها على ستة على سبعة وجدنا الباقي ستة إذن ستة بترديد سبعة لكن هنا علينا أن نهذر يا ترى لو ندخل من هنا قوة ثلاثة وخمسون ومن هنا ثلاثة وخمسون هل يمكن حساب هذه بالآلة الحاسب بل هي ستة قوة ثلاثة وخمسون عدد ضخم جدا معناه هنا أراد من أن يقول استعمل عقلك كيف انظروا جيدا إلى هذا العدد وهذا العدد ستة سبعة أعداد مترادفة أعداد كيف هي مترادفة إذا لاحظوا إلى هذه العدد مترادفة يعني ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر هكذا لاحظوا إلى إذا قلنا سبعة انظروا جيدا سبعة توافق سيفر بترديد سبعة أي عدد يوافق نفسه يعني باقيه يساوي سيفر ما رأيكم هذه السبعة في الأصل ما هي أليس هي ستة زائد واحد نعم ما زالت توافق سيفر بترديد سبعة ما رأيكم أن نقول هذا إلى هنا أو نقول نضيف نقص واحد إلى كل طرف ونصبح لنا ستة يوافق لنا ماذا يوافق لنا نقص واحد بترديد سبعة بما أنها موافقة يا أبنائي فعلينا أن نأتي بهذه النقص واحد ونضعه في هذا المكان ليس مساواة إنما هي موافقة بما أنها موافقة فينتج لنا أن ألفين وخمسة عشر تصبح توافق نقص واحد بترديد سبعة الآن ندخل القيوة على كل طرف تصبح لنا هنا ثلاثة وخمسون وهنا لا ننسى الأقواس ثلاثة وخمسون الآن بما أن تقول قاعدة إذا كانت هذه القيوة عدد فردي هذا عدد كيف هو فردي مع الناقص واحد فتعطينانا الناقص واحد إذا كان زوجي مثلا أربعة وخمسة إعلامه أن أربعة وخمسة عدد زوج إذن تعطيكم زائد فردي تعطيكم ناقص بترديد لأن هذا في الأصل هو ناقص واحد في ناقص واحد ثلاثة وخمسون مرة إذن ماذا أعطت لنا يا أبناء أعطت لنا ناقص واحد الآن تعالوا نعوذ كل واحد بباقيه هذا يعوذ في هذا المكان لأنها موافقة وهذا يعوذ في هذا المكان لأنها موافقة وهذا يعوذ في هذا المكان لأنها موافقة ونلاحظ على ماذا سوف نتحصل فنتحصل أكيد على هذا الأمر لاحظوا جيدا إذن عندنا هكذا إذا قلنا هذا الأمر يصبح يوافق انظروا جيدا يوافق الأول وجدناه كم إثنان إذن نعوذ هنا قلت بإثنان نصبح لنا إثنان ناقص الثاني عوذنا بواحد والثالث وجدناه ناقص واحد بترديد سبعة على ماذا نتحصل يا أبناء أنه هذا مع هذا مع هذا يوافق صفر بترديد سبعة هو قل باقي إذن باقي A هذا العدد الذي سميته A على سبعة هو صفر أي ماذا يمكن أن يقول استنتد شيء أي أي A يقبل القسم على ماذا أبناء على السبعة لأن الباقي هو صفر لحظتم الأمر جد جد بسيط لما نكون على دلاي باستعمال قواعد الموافقات فقط والآن بعدها أبنائي سوف ننتقل إلى السؤال الذي جاء بعده قال بين أن العدد تسعة وثمانون عددا أوليا إذن كيف نبرهن يا أبنائي أو ما هي الخطة المتبعة لبرهان على أن عدد عددا أوليا أولا لاحظوا جيدا عندنا هذه القاعدة الموجودة في الدرس قال لمعرفة إن كان عدد طبيعي آن يعني هذا آن هنا في مثالنا آن يسوينا تسعة وثمانون أكبر تمام من واحد نعم هذا أكبر تمام من واحد لا جدال قال يعني ينطلق من إثنان أوليا أم لا نحسب جذره نحسب جذر آن إذن تعالوا نقوم بحساب جذر آن إذن جذر آن يا أبنائي لهو هنا جذر تسعة وثمانون وجدناه تسعة فاصل ثلاثة وأربعون بالتقريب وما زالت الأعداد وراءها كثيرة الآن إذن نحسب جذره ها هو قد حسب الجذر هذا الأمر الأول الأمر الثاني إذا كان جذر آن يعني هذا الجذر الذي وجدناه عددا طبيعيا أي آن مربع تام فإن آن غير أولي هل هذا العدد الطبيعي الذي وجدناه لا هذا لا ينتمي إلى آن أعداد عشرية أو أعداد ناطقة المهم عدد حقيقي إذن نفينا هذه القضية مع ما معناه؟ معناه مثلا إذا كان مثلا ألف ووجدنا له جذر المئة ووجدنا جذره عشرة عشرة ينتمي إلى آن إلى عدد طبيعي فنقر أنه مباشرة أنه غير أولي لكن حتى الآن لم نصل إلى ذلك نأتي لنكمل إذن أولا قلت قموا بتجذيره لو وجدتم فواصل ما أشبه ذلك فنأتي إلى المرحلة الثانية إذا كان جذر آن ما زلنا مع جذر آن هذا القيمة غير طبيعي نقسم آن ما معناه؟ نقسم هذه 89 قلت نقسم 89 على الأعداد الأولية الأصغر من جذر آن ما معنى الأصغر من جذر آن؟ الأصغر من جذر آن لاحظوا جيدا نحن نعلم أن الأعداد الأولية الأصغر من 9 ما هي؟ هي الاثنان وماذا؟ والخمسة والثلاثة والخمسة والسبعة لو نقسم هذه الأعداد لاحظوا جيدا قال غير طبيعي على الأعداد الأولية الأصغر من آن على الترتيب لاحظوا جيدا ماذا تقول غايدا؟ إذا وجدنا ركزوا إذا وجدنا البواقي مع دوما نتوقف ونقر أن آن غير أولي إذن إذا كان آن غير طبيعي نقسم الآن على الأعداد الأولية الأصغر من ماذا؟ أولا نقسم على اثنان تسعة وثمانون على اثنان تعطينا الفاصلة على ثلاثة تعطينا الفاصلة قموا بالحساب على خمسة تعطينا الفاصلة على سبعة تعطينا الفاصلة إذن أولا قلت نأتي إلى هذه تسعة وثمانون نقسمها العداد الأولي الأصغر من التسعة من جذر معناه من الجذر ثم إذا بما أن هنا وجدنا أنه هذا قسمة ليست تامة وهذه ليست تامة وهذه ليست تامة فنأتي إلى المرحلة الآخرة وهي آخر مرحلة وهي إذا كان كل البواق غير معدومة نقر أن آن أولي إذن الآن إذن تسعة وثمانون لا يقبل القسمة على ماذا؟ على اثنان والثلاثة والخمسة والسبعة وماذا؟ الأقل من ماذا؟ من أن لاحظوا جيداً أن تسعة وثمانون الأقل من إحدى عشر مربع لأن العدد الذي يأتي بعد السبعة في العدد الأولي هو إحدى عشر لاحظوا جيداً إذن فهمتم برهنة تعالى أن نقول ومنه مباشرة ومنه تسعة وثمانون عدد كيف هو؟ أولي إذن لبرهنة تعالى أن عدد أولي تابع أولاً نقوم بحساب جذره ها هو جذره إذا وجدنا تلك الجذر أنه فيه الفواصل فأولاً نفينا هذه انتهى دورها يصبح غير أولي نأتي المرحلة الثانية إذا كان جذر آن غير طبيعي نقسم على نقسم هذه تسعة وثمانون على الأعداد الأولية الأصغر من جذره الأصغر من جذره ما هي الأعداد الأصغر من جذره؟ جذره هو هذا هو تسعة الأعداد الأولية هي إثنان والثلاثة والخمسة والسبعة والإحدى عشر لا نتحدث عنه لأنه أكبر من جذره الآن إذا وجدنا أن القسمة لما نقسم على إثنان وعلى الثلاثة وعلى السبعة وعلى الخمسة أنها القسمة غير تم فنقر مباشرة أن العدد تسعة وثمانون هو عدد أولي هذه هي الخطة يا ابناء وعليكم أن تحفظوا هذه الخطة كيفية برهان على أن عدد أولي أو غير أولي فقط الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال نتطرق الآن أبنائي إلى السؤال الآخر قال العين كل قواسم الطبيعية للعدد سبعة ألاف وثمانون مئة واثنان وثلاثون إذن نقول تعيين عدد إذن أو كل قواسم العدد الطبيعي ما هو لهو سبعة ألاف وثمانون مئة واثنان وثلاثون أولا كيف يمكن أن نجد أولا كم عددهم ثم نستخرج قيمهم أولا نقوم بتحليل يا أبنائي سبعة ألاف وثمانون مئة واثنان وثلاثون نحللها إلى جداء أعوام الأولية أول عدد نقسم عليه مشهور لهو إثنان فماذا نجد نجد ثلاثة ألاف وتسعمائة وستة عشر نعيد الكرة القسمة مرة أخرى بالإثنان فنجد ألف وتسعمائة وثمانية وخمس نقسم مرة على إثنان حتى نجد الفاصلة إذا وجدنا الفاصلة ننتقل إلى الثلاثة لأن العدد الأولية إثنان ثلاثة خمسة سبعة إحدى عشر ثلاثة عشر وهكذا الآن نقسم كذلك على إثنان ماذا نجد نجد تسعمائة وتسعة وسبعون أكيد لا يقبل القسمة على إثنان لأنه عدد فردي نقسم على الثلاثة نجد بالفاصلة فنأتي إلى الخمسة نجد الفاصلة نأتي إلى السبعة فنجد الفاصلة نأتي إلى الإحدى عشر فنجد تسعة وثمانون لكن التسعة وثمانون ماذا قلنا عليه قلنا عليه أنه عدد أولي برهن ذلك هنا ها هي أمامكم برهن على أنه عدد أولي إذن فما يقبل القسمة إلا على الواحد ونفسه إذن تعطي لنا واحد إذن ماذا يمكن أن نقول على سبعة ألاف وثمانمائة واثنان وثلاثون أنها تساوي لنا اثنان قوة ماذا قوة ثلاثة في ماذا في إحدى عشر في تسعة وثمان هذا قوته واحد وهذا قوته واحد الآن نكتب عدد إذن لاحظوا عدد قواسم أولا نبحث عن عدد قواسم قواسم إذن عدد قواسم العدد سبعة ألاف وثمانمائة واثنان وثلاثون هي كيف إذا رمزنا بآم يعني عدد القواسم تساوي ماذا تقول القاعدة أبناء ركزوا أرجوكم إلى خطة كم الأس للإثنان هو الثلاثة إذن نكتب هنا ثلاثة ونضيف دائما واحد من عندنا في كم الأس هنا واحد نضيف له كم نضيف له واحد من عندنا واحد ونضيف زائد واحد في ماذا كم هذا هو واحد إذن واحد ونضيف واحد من عندنا هكذا تحسب إذا كانت مثلا هنا قوة أربعة تضيفون وتصبح خمسة ونحسب ماذا تصبح لنا تصبح لنا أربعة في اثنان في اثنان هذه اثنان وهذه أربعة وهذه اثنان فتعطيناكم ستة عشر كم يوجد إذن ستة عشر إذن عدد لاحظوا جيدا عدد قواسم العدد سبعة آلاف وثممئة واثنان وثلاثون هي ستة عشر قاسما يجد لنا ستة عشر علينا أن نستخرجها واحدة والأخرى الآن أبنائي بما أننا قلنا يجد لنا ستة عشر قاسم علينا هو طلب مننا أن نستخرجهم كلهم الطريقة كيف نستعمل هنا شجرة كيف تقول هذه الشجرة أركز أرجوكم إذن إذا قلنا هكذا وهكذا أفوا إذن هكذا تابعوا فقط أبنائي سوف تتعلم وعندنا هنا إذا كاتبنا أركز أرجوكم حتى تتعلموا الأمر جد جد بسيط ثم عندنا هكذا وهكذا 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 ونريد أن نقوم بصنعها أكثر بقا لاحظوا جيدا هذا الفرع الأول وهذا الفرع الثاني هكذا القواسم تستخرج بهذه الشجرة هنا نكتب الرقم وهنا الرقم وهنا الرقم وهنا الرقم وهنا الرقم وهنا الرقم تابعوا جيدا كيف تتم العملية مثل شجرة الإحتمالات تشبهها تماما لاحظوا جيدا إذن هذه هي الشجرة ننسخ مرة أخرى واحدة هنا وننطلق في العمل تابعوا ابني لا تتعجلوا فقط الآن ماذا تقول القاعدة نكتب هنا أول عدد لهو هنا 89 قوة صفر وهنا 89 قوة واحد في الخانة الأخرى ماذا نكتب نكتب هنا 11 قوة صفر وهنا 11 قوة واحد وهنا كذلك 11 قوة صفر وهنا 11 قوة واحد تبقى لنا ماذا يبقى لنا الاثنان الاثنان كذلك ما هي الأرقام التي يمكن أن يأخذها يأخذ قن يمكن أن يأخذ اثنان قوة صفر أو اثنان قوة واحد أو اثنان قوة اثنان أو اثنان قوة ثلاثة بنفس الخطة هنا كذلك اثنان قوة صفر معناه يمكن أن نكتبها واحد مباشرة وهنا يمكن اثنان قوة واحد هي واحد واثنان قوة اثنان هي الأربعة واثنان قوة الثلاثة هي هنا كذلك بنفس الخطة تابعوا أرجوكم أبني ربما جعلناها أقرب منها لاحظوا فقط تابعوا كيف تتعلموا إلى إنجاز هذا العمل بأبسط طريقة وهنا كذلك نكتب ثم ماذا تقول القاعدة أبني تقول نحسب هكذا في وهكذا في وهكذا في وهكذا في ثم هكذا في مثل شجرة الإحتمالات مئة بالمئة أن تابعوا أبنائي كيف تتم الآن تصبح لنا هنا تسعة وثمانون قوى صفر له هي كم؟ هي واحد وإحدى عشر قوى صفر هي واحد معنى تصبح لنا واحد في واحد في واحد تعطينا لأن اثنان قوى صفر يوئا واحد هذا العدد الأول العدد الثاني هنا كذلك نتخذ هذا الطريق الآن هكذا تصبح لنا كم؟ اثنان لأن هنا هذه دائما واحد وهذه واحد لا جيد لأن قوى صفر قوى صفر أضربوا هكذا إثنان ثم نتحصل على ماذا؟ على أربعة ثم نتحصل على ماذا؟ نتحصل على ثمانية انظروا هي بدأت تستخرج ثم نأتي الآن إلى هذا الطريق تسعة وثمانون قوى صفر ما زالت هي واحد إحدى عشر في واحد هي إحدى عشر إحدى عشر في إثنان هي إثنان وعشرون إحدى عشر في أربعة هي أربعة وأربعون 11 في 8 هي 8 و 8 لاحظوا هيا بادات تستخرج الآن نتي إلى 89 الآن قوة واحد هي 89 وفي 11 قوة صفر وهي واحد معنا كأذن ما تحصل 89 في مباشرة في واحد وهي 89 ثم 89 في 2 89 في 2 هي 178 ثم هذا يعني لا يحسب أصلا أنه مجرد واحد فقط ثم 89 في 4 300 لاحظوا 356 ثم في 8 تصبح لنا 712 انظروا جيدا ثم نأتي إلى الأخيرة ما هي الأخيرة لاحظوا الفرع الأخير تصبح لنا هذا في هذا 89 في 11 لأن هذا يصبح لنا هنا قوة واحد معناه 11 89 في 11 تعطينا إلى 900 إذن تساوي تابعوا لاحظوا إذن قلنا هنا 12 وهنا هكذا تصبح تساوي لنا 900 وتسعة وسبعون ثم التي بعدها تعطي لنا 1958 ثم الذي بعدها 3 3916 والأخير هو دائما يكون هو نفس العدد لهو 7800 ويا أبناء و32 ها هم القواسم قوموا بعدهم إذن تصبح دي ليا قواسم 7800 و32 تساوي هكذا إذن هي الواحد والاثنان والأربعة والثمانية والإحد عشر والاثنان وعشرون والأربعة والأربعون والثمانية والثمانيون والتسعة والثمانون والمئة والثمانية آفوا المئة وثمانية وسبعون وثلثمائة وستة وخمسون وسبعمائة واثنى عشر ركزوا معي وتسعمائة وتسعة وسبعون وألف وتسعمائة وثمانية وخمسون وثلاثة ألاف وتسعمائة وستة عشر وآخرهم لهو سبعة ألاف وثمانمائة واثنان وثلاثون هذه القواسم وقوموا بعدها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 13 14 15 16 إذن نحن على سواب يا أبنائي في هذه القواسم فقط هكذا تتم إيجاد العدد أولا عددهم ستة عشر واستخراجهم يستخرج بهذه الشجرة التي موجودة على كتاب في الكتاب المدرسي فقط الآن بعدها سوف نتطرق الآن إلى السؤال الذي بعدها قال بين أن العددين تسعمائة وواحد وثمانون وسبعمائة وتسعمائة وسبعون أوليان فيما بينهما إذن نقول البرهان البرهان أن العددين تسعمائة تسعمائة وواحد وثمانون وتسعمائة وسبعة وسبعون أوليان فيما بينهما ليس أولين في الأصل فيما بينهما فقط مثل الخمسة والستة أولين فيما بينهما لكن الستة ليس عدد أولي لأنه يقبل القسم على اثنان وعلى ثلاثة الآن حتى يكون أوليان ما معناه معناه البي جي سي دي القاسم البي جي سي دي للعدد الأكبر وهو تسعمائة وواحد وثمانون وتسعمائة وسبعة وسبعون يجب أن نجده يسوي واحد تعالوا نأتي بتلك القسم المعهودة هي تسعمائة وواحد وثمانون تقسيم هكذا تقسيم تسعمائة وسبعة وسبعون أكيد النتيجة تكون لنا واحد والباقي يكون لنا أربعة قوموا بالحساب الحساب سوف تجدون هذا الشيء ثم نأتي مرة أخرى إلى هكذا ونجلب هذا إلى هنا ونقسم على ماذا نقسم على أربعة إذن لما نقسم على أربعة يا أبنائي لاحظوا جيدا نجد ماذا نجد هكذا إذن نجد اثنان اثنان اربعة أربعة والباقي الذي نتحصل عليه هو واحد ننظر إلى هذا الباقي وهذا الباقي الباقي يعني البي جي سي دي هو آخر باقي غير معدوم آخر باقي غير معدوم لأن لو نعيد القسمة هنا ونأتي بهذا هنا نصبح لنا أربعة على واحد تعطي لنا كم أربعة والباقي سفر والبي جي سي دي ليس المعدوم وهو آخر باقي غير معدوم لهو كم الواحد نقول ومنه ماذا ومنه حسب القسمة حسب القسمة نجد أن ماذا أن البي جي سي دي لـ 981 و 977 وجدنا حكم واحد لأنه هو آخر باقي غير ماذا انظروا جيدا هكذا يتم البرهان على أن عددان أوليان لكن هذه العددان ليس فيها المجال إنما أعداد مضبوطة فقط نأتي الآن أبنائي إلى السؤال الذي جاء بعده قال X و Y عددان طبيعيان غير معدومين يعني X عدد موجب تماما و Y عدد موجب تماما قاسم المشترك الأكبر هو ماذا هو إثنان يعني البي جي سي دي لـ X و Y يساوي كم يساوي لنا إثنان هذا أمر آخر ما معناها أبنائي؟ معناها عليكم أن تفهموا هذا الشيء معناه إذا نمكن أن نقول معناه لم ننطلق في سؤال بعد معناه أنه X يساوي إثنان إثنان إكس فتحة و ماذا؟ و Y يساوي إثنان إيجراغ فتحة حيث ماذا؟ حيث لاحظوا جدينا هذه من شروط البي جي سي دي حيث أن البي جي سي دي لـ X فتحة و ماذا؟ و Y فتحة يساوي يا أبنائي عليكم أن تعلموا هذا أنها يساوي لنا واحد هذه شروط إذا كان نعلم عننا بي جي سي دي لعددين هذه قاعدة علينا أن نفهمها يا أبنائي هذه القاعدة علينا أن نفهمها و نحترمها الآن بعدما فسرنا هذه المعطيات قال عين X و Y علما أن إذن هنا نكتب تعيين X و Y علما أن أن نعطي لنا هذه المساوة والموافقة ننطلق نقطة نقطة أبنائي و نتابع عندنا لو تلاحظون إلى هذا أليس هو جداء شهير؟ نعم إنه جداء شهير نعوذ X بما يساوي نعوذه بهذا بـ 2X فتحة فتصبح لنا هكذا ركزوا 2X فتحة الكل مربعة ناقص 2Y فتحة الكل مربعة يساوي نتابع تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا 31328 إذن نكمل هنا نصبح لنا 4X فتحة مربع ناقص 4Y فتحة مربع قلنا بعمل نشر تساوي لنا 31328 يمكن الآن أبنائي أن نقوم بالقسمة على ماذا؟ على أربعة يعني هنا يمكن القسمة على أربعة وإلى أربعة وهنا إلى أربعة لأن الأربعة يقسم هذه الأعداد إذن فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا أن X فتحة مربعة ناقص Y فتحة مربعة تساوي لنا العدد الذي كنا بحوزته يا أبنائي الذي هو سبعة ألاف وثممائة واثنان وثلاثة الآن كيف يمكن الآن أن نكمل مع هذه يمكن هنا جداء شهير رقم ثلاثة يمكن كتابته هو X فتحة ناقص أو زائد Y فتحة في X فتحة ناقص Y فتحة تساوي سبعة ألاف وثممائة واثنان وثلاثة نعود الآن أبنائي إلى الموافقة هذه العبارة اللي هي X ناقص Y يساوي لنا ثمانية بترديد اثنان وعشرون نعوذ كذلك الX والY بما يساوي تصبح لنا 2X فتحة ناقص 2Y فتحة توافق لنا عفوا هنا توافق لنا ثمانية بترديد اثنان وعشرون بما أن هذه وهذا 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 ليست أولية فيما بين يعني الاثنان يقبل يقسمهما فيمكن القسم هذه من خاص الموثاقة فماذا ينتج؟ ينتج لنا X فتحة ناقص Y فتحة يساوي لنا أو يوافق لنا أربعة بترديد احد عشر يعني العلاقة التي تحصلنا عليها هي هذه العلاقة انظروا جيدا والعلاقة الأخرى هي هذه العلاقة التي من خلالها أن نجد X فتحة والY فتحة لما نجد X فتحة والY فتحة معوض هنا لإيجاد X والY هذا هو يعني الشرط الأول الآن لكي نثبت ذلك ما علينا إلا الإتيان بجدول عندنا يا أبناء جدول هو الذي ينقذنا من هذا الهساب هو يظهر أنه جدول كبير لكن به نحل هذا اللغز كليا يعني بدون تعب هنا في هذا الجدول ماذا يمكن أن نكتب؟ نكتب هنا X هكذا نتابع إذن أبنائي سوف نكمل هنا إذن هنا نقول X فتحة ناقص Y فتحة لاحظوا جيدا وفي الخانة الخرى نقول X فتحة زائد Y فتحة ركزوا أرجوكم نحن الآن يا أبنائي قمنا باستخراج ماذا؟ لو تتذكرون قمنا باستخراج قواسم العدد الذي تحدثنا عليه ها هي القواسم مذكورة هنا تابعوا جيدا كيف تتم العمل لأن هنا بما أن أعطي لنا سؤال القواسم فلم يعطي لنا هكذا هباء منطورة إنما أعطي لنا لكي نحتاج تلك الموضع يتلاحظوا جيدا ها هي القواسم فماذا تقول قايدا؟ أولا إذا أخذ مثلا أعطيكم مثال إذا أخذ هذه الجهة أخذت واحد هذا يجب كم يأخذ يا أبنائي؟ يأخذ 7800 واثنان وثلاث لما نضرب هذا في هذا يعطي لنا هذا مثلا إذا أخذ لاحظوا إذا أخذ هذا فالآخر يأخذ الأخير إذا أخذ الآخر هذا فالآخر يأخذ هذا لما نضرب كذا بعضهم البعض يجب علينا النتيجة دائما أن تكون تكون 7800 واثنان وثلاثون ركزوا ما يأرجوكم كيف يمكن ملء هذا الجذول إذن قلنا إذا أخذت الأولى هذه هذه القيمة فالأخرى تأخذ ماذا؟ تأخذ 7800 واثنان وثلاثون لاحظوا جيدا إذا أخذ هذا إثنان الآخر يأخذ ثلاثة ألاف ثلاثة ألاف وتسعمائة وستة عشر بحيث لما نضرب دائما هذا في هذا يعطينا النتيجة لأي سبعة ألاف وثممائة واثنان وثلاثون ثم عندنا هنا الأربعة الأربعة مع ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون ثم عندنا الثمانية كذلك ثمانية تسعمائة وتسعة وسبعون لاحظوا جيدا كيف يمكن ذلك ثم عندنا إحدى عشر مع سبعمائة واثنى عشر وعندنا إثنان وعشرون يقابلها ثلاثمائة وستة وخمسون ثم عندنا الأربعة والأربعون لاحظوا قلت الأربعة والأف ونكتبها بكتابة لاحظوا يعني هذا الأمر جد جد هامية يا ابني علينا أن نتعلمه مع بعض مئة وثمانية وسبعون ثم عندنا الثمانية والثمانون يقابلها تسعة وثمانون وعندنا ثم الآن العكس أربعة سبعة ألاف وثمانمائة واثنان وثلاثون تعقلها الآن الآخر يأخذ واحد لماذا؟ لأن إذا أخذ هنا سبعة ألاف وثمانمائة واثنان وثلاثون هذا يجب أن يأخذ القيمة واحد لما نضرب يجب أن نجد دائما نتيجة هي مهما كان تبقى نتيجة سبعة ألاف وثمانمائة واثنان وثلاثون ثم الآن كذلك إذا أخذ كذلك هذا ثلاثة ألاف وتسعمائة وستة عشر الآخر يأخذ الآخر يأخذ اثنان ثم هكذا ودواليك ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون لاحظوا إذن ثمانية وخمسون يقابلها أربعة وسبعمائة وتسعمائة وتسعة وسبعون يقابلها الثمانية وسبعمائة واثنى عشر لاحظوا يقابلها أحد عشر وكذلك الاثنان والعشرون يقابلها ثلاثمائة وستة وخمسون والأربعة والأربعون يقابلها مائة وثمانية وسبعون والآخرة وهي ثمانية وثمانون تقابلها تسعة وثمان هذا هو الأمر بحيث لو نضرب هذا في هذا يعطينا سبعة ألاف وثمانمائة واثنان وثلاثون الآن كيف يمكن أن نعين الآن يا أبناء المطلوب كيف نعين الإكس فتحة والإقلاق فتحة إذن هنا إكس فتحة وهنا إقلاق فتحة مع مراعاة الشرطين هذه ضحظوا جيدا نقطة نقطة أبناء سوف نزيل هذا الغموض ونقوم بالهل الآن عندنا ما رأيكم عندنا هذه الهل تابعوا ما رأيكم لو نجمع هذه مع هذه لو نجمع إكس فتحة لاحظوا ناقص إقلاق فتحة زائد إكس فتحة زائد إقلاق فتحة يذهب هذا مع هذا تصبح لنا إثنان إكس فتحة لاحظوا معناه دائما معناه بالجمع هذا مع هذا كم نتحصل نتحصل على سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثون تقسيم إثنان لماذا لأنه هكذا تصبح أركز هنا بالجمع تعطينا هكذا دائما الخطة هذه هي الخطة أن تصبح لنا سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ومنه ماذا؟ ومنه الإكس يا أبناء إكس فتحة يصبح يقسم دائما على إثنان فتصبح لنا كم هنا تصبح لنا ثلاثة ألاف لاحظوا وتسعمائة وستة عشر فاصل خمسة وهذا ليس عدد طبيعي إذن هذا مباشرة يرفض يرفض لماذا يرفض يا أبناء حتى تفهموا الخطة أنها أعداد طبيعية وهذا الإكس فتحة الذي وجدناه هو عدد ماذا؟ يا أبناء عدد صحيح الأمر الأول عندنا الثانية القيمة الثانية هي ألف وتسعمائة لاحظوا وتسعة وخمسون التي بعدها لاحظوا تسعمائة وثمانية عشر واحد وثمانون يقول أحدكم ماذا تفعل يا أستاذ دائما أن أجمع هذا مع هذا ونقسم على إثنان معناها تطبق هذه الخطة هكذا دائما المجموع تقسيم إثنان ثم عندنا أربعمائة وثلاثة وتسعون ونصف أكيد يرفض لماذا؟ لأنه ليس عدد بما أنه يرفض حتى الإقلاق فتحة يرفض لأنه يصبحوا سوف تلاحظون لماذا عندنا كذلك هنا تصبح لنا ثلثمائة وواحد وستون ونصف يرفض كذلك عندنا ثلثمائة وسبعة وستون ثلثمائة وسبعة وستون هذا لا يمكن أن نقول عليه يرفض ثم عندنا كذلك مائة وإحد عشر ثم ثم ثمانية وثمانون فاصل خمسة ثم هذا كذلك يرفض الذي بعده ثلثمائة وثلثة ألف وتسعمائة وستة عشر ونصف يرفض عندنا كذلك ألف وتسعمائة ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون ثم عندنا تسعمائة وواحد وثمانون لأن الأمر يكرر الآن أصبح يكرر بشرة ثمانة أربعمائة وثلاثة وتسعون ونصف كذلك يرفض ثم هنا ثلثمائة وواحد وستون ونصف كذلك يرفض وعندنا ثلثمائة وسبعة وستون وإحدى عشر وثمانية وثمانون هنا مئة وإحدى عشر لاحظوا وهنا ثمانية وثمانون ونصف يرفض هذه التي وضعتها يرفض الآن وجدنا ماذا؟ وجدنا الإكس يبقى لنا الإجراج كيف يمكن الإجراج؟ الإجراج ما رأيكم أن نضرب هذه القيمة نضربها في ناقص لاحظوا ماذا يتصبح تصبح لنا هكذا ناقص إكس فتحة زائد إجراج فتحة نجمعها مع إكس فتحة زائد إجراج فتحة نضرب هذه الفي ناقص ونجمعها مع هذه كما أشير فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج أنه هذا ذهب مع هذا اصبح لنا إثنان إيجراج عفوا إثنان إيجراج فتحة يوساوي يوساوي الآن هنا تصبح تصبح كذا ناقص هنا بما سوف نضرب في ناقص ركزوا معي نضرب هنا في ناقص بحلنا هنا زائد لكن هنا أصبح ناقص 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 كلها هكذا كما أشير ناقص ناقص سوف نستعمل لون آخر حتى الظهر هنا ناقص ناقص هكذا تابعوا معي لأن هذا السؤال يحتاج إلى نوع من العمل لكن به تحل هذه الإشكالية الآن ما علينا إلا أن نصبح نجمع هذا مع هذا نجمع يعني لما نجمع ماذا نتحصل ونقسم على إثنان معنا تصبح هكذا تحسب سبعة ألاف وثممائة وواحد وثلاثون على إثنان نطبق عليهم جميعا هذه الخطة نقسم على إثنان لما نقسم على إثنان على ماذا نتحصل يا أبني هنا تصبح لنا ثلثمائة وواحد وتسعون ونصف ثلثمائة وواحد وتسعون ونصف كذلك يرفض يبقى لنا الأشياء التي ترفض يا أبني لا دعي أن نكمل معها الحساب نكمل الحساب مع الأشياء التي لم ترفض هنا نجد ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون لاحظوا وهنا نجد سبعمائة عفوا تسعمائة تسعمائة وسبعة وسبعون أما هنا فيرفض لأن الإكس غير حقيقي هنا كذلك يبقى لنا هنا كذلك كم نجد يا أبنائي نجد مئة وسبعة وستون هنا نجد ظاهظوا مئة وأربعة وثلاثون وهنا يرفض وهنا يرفض يبقى لنا هنا كذلك الإشكال هل يعني يقبل أم لا الآن تصبح القيم كلها الآن سالبة لو نجمع هذا مع هذا تجمع سالبة ونحنون القيم عندنا كيف هي طبيعية ليسة حقيقية أو صحيحة إذن هذا يرفض 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 كلهم يرفضون لماذا أبنائي لأن النتيجة سوف تعطينا أعداد صحيحة وهو قال أعداد طبيعية حتى تفهموا اللغز الآن بعدما وجدنا كل هذه القيم بقيت لنا هنا الإحتمال إما أن يكون في هذا المكان أو في هذا المكان أو في هذا المكان ثلاث احتمالات من هو الذي يحدد لنا الإحتمال الصحيح الآن يعني في هذه النتيجة الصحيحة هي هذه القاعدة لأن هذه القاعدة كما أشير أعطت لنا هذه الثلاث حالات أما تأتي الآن الأخرى هي الفاصل لاحظوا جيدا لو نأتي إلى سبعة تسعة ألاف وواحد وثمانون ناقص كم لاحظوا جيدا ناقص تسعمائة وسبعة وسبعة كم يعطينا ناقص أربعة لاحظوا تسعمائة وواحد وثمانون ناقص ماذا؟ ناقص تسعمائة وسبعة وسبعون تسوي لنا أربعة أربعة يوافق بما أنه أصغر من 11 يوافق 11 يوافق أربعة بترديد 11 إذن ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا هذا الأمر أن تصبح هو الذي يحق سوف نلاحظ مع الباقية هل يحقون ألا؟ إذن لاحظوا أعطت لنا هذه النتيجة وهذا يمكن أن نحولها الآن هذه الكتابة إلى موافقة هكذا بترديد 11 معنى هذه صحيحة صحيحة يا أبني الآن لماذا؟ لأن الأربعة ما زال أصغر من 11 معنى يوافق نفسه نأتي إلى القيمة هذه هذه 337 إذن 367 عفوا ناقص 167 هنا لو نلاحظ جيدا يا أبنائي سوف نجدها أنها لا تعطي لنا لا توافق أربعة بترديد 11 لا توافق كذلك هذه القيمة لو كذلك نتابع تصبح لنا 111 ناقص 114 هذه كذلك لا توافق أربعة بترديد 11 يعني باقيها لا يعطي لنا يعطي لنا أربعة إذن من هو الذي يصحح؟ قوموا بحساب هذه النتيجة واقسمواها على 11 واستخرجوا الباقي لا تجدون الأربعة هنا ولا تجدون الباقي أربعة أما هنا ظهرت مباشرة إذن ما هي الثنائية الـ X فتحة أو الـ Y فتحة التي حققت؟ إذن هنا الثنائية الـ X فتحة تساوي لنا كـ 901 و 8 والـ Y فتحة تساوي لنا كـ 907 متابع إذن بعد ما وجدنا هذا الشيء وجدنا أن الثنائية التي تحقق هي هذه القيمتان فقط وهذه القيمتان قد أثبتنا عليهم أنهما عددان كيف هما أوليان فيما بينهما الآن نستخرج قال هو عين الـ X والـ Y تابعوا جيدا نحن استخرجنا ماذا؟ استخرجنا الـ X فتحة والـ Y فتحة نعود إلى أصل العلاقة هذه نأتي بهذه القيمة ونعوضها هنا لما نأتي إلى هذه القيمة ونعوضها هنا ماذا ينتج لنا؟ يصبح لنا X يساوي 2 في 901 و 80 وتعطي لنا كم؟ تعطي لنا 1962 أما الـ Y فتحة هذه نأتي بها ونعوضها هنا فتصبح لنا Y يساوي لنا 2 في في 700 900 عفواً 977 وتساوي لنا 1954 إذن X و Y الثنائية هذه التي حققت لنا هذا القانون يا أبني هي ألف وتسعمائة وإثنان وستون وألف وتسعمائة وأربعة وخمسون هكذا ها قد الآن يا أبناء استخرجنا هي الوحيدة التي تحقق ولو أردتم أن تتأكدوا قوموا بالتعويض في هذا المكان وهنا تربيع تربيع وقوموا بالنتيجة سوف تعطيكم نفسها 31 ألف وثلثمائة وثمانية وعشرون وهنا كذلك عوضوا وقسموا على اثنان وعشرون سوف تجدون الناتجة هي الباقي يعني هو ثمانية فقط الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى سؤال آخر قال آ وبي وسي أعداد طبيعية غير معدومة حيث آ أول مع ب لاحظوا آ أول مع ب إذن هنا عندنا آ أول مع ب حسب بيزو ماذا؟ سوف نلاحظ لك إذن معناه أنه يوجد إذن نقول أحيو جيدا أولا نقول برهان أنا آ أولي مع الجداء بي عفوا بي في سي هنا ننطلق في المعطاية إذن آ أولي مع بي إذن آ أولي مع بي حسب بيزو أو مبرهنة بيزو ممكن أن نقول مبرهنة لاحظوا جيدا حسب مبرهنة بيزو فإنه يوجد عددين صحيحين لاحظوا جيدا إذا كان آ أول مع بي فإنه يوجد عددين صحيحين حيث ماذا؟ حيث آ هذه العددين اسمهم إي وفي عددين إي وفي عفوا وفي غير معدومين حيث آ في إي زائد هكذا تقول قاعدة زائد بي في ماذا؟ في في يساوي واحد هذه مع آ أولي مع بي وآ أولي مع سي كذلك حسب مبرهنة بيزو فإنه يوجد عددين صحيحين ليس طبيعيين صحيحين اسمهم إي فتحة وفي فتحة حيث ماذا أبني كذلك؟ حيث آ آ في ماذا؟ في إي فتحة لاحظوا في إي فتحة زائد بيزائد سي في في فتحة عفوا في في فتحة تساوي ماذا؟ تساوي يا أبنائي واحد الآن ما علينا إلا الضرب إذا سمينا هذا رقم واحد وهذا رقم اثنان نضرب هذه في هذه فماذا ينتج ينتج لنا أنه آ لاحظوا جيدا آ في إي فتحة عفوا آ في إي زائد ب في في ماذا؟ في آ في إي فتحة زائد سي في فتحة يساوي واحد نحن نستعمل الجداء الآن بعدما نستعمل الجداء يا أبنائي ماذا ينتج وعلينا دائما قلنا أن نستخرجها ب ماذا ب بيزو فنضرب هذا في هذا يسبح لنا آ مربع في ماذا في إي في إي فتحة زائد هذا في هذا زائد آ سي في إي في في فتحة ثم هذا في هذا زائد آ بي آ بي في 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 فتحة ثم هذا في هذا لهو بي زائد بي سي في 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 فتحة يساوي واحد ما رأيكم أبنائي لو نستخرج الآ من هنا ومن هنا ومن هنا كعمل مشترك فماذا ينتج ينتج لنا أنه آ في يبقى لنا بالداخل هو إي هكذا يبقى لنا إي آ يبقى لنا هنا آ في إي عفوا في قلت في إي في إي فتحة زائد هكذا أركزوا معي زائد سي في إي في في فتحة زائد بي في 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 فتحة هنا فتحة قلنا هكذا زائد بي سي في ماذا أبنائي في 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 فتحة تساوي واحد ها قد الآن يا أبنائي وصلنا إلى بي زو تشبهها إذا سمينا هذه مثلا آ وهذه سميناها بي ماذا ينتج ينتج لنا أنه آ في آ زائد بي سي في ماذا في بي طا أركزوا أرجوكم هكذا حتى تفهموها يساوي واحد ومنه ماذا نقول يا أبنائي ومنه حسب مبرهنة بي زو فإن العددين العددين آ وماذا وبي في س أوليان فيما بينهما ها هو العدد الأول وها هو العدد الثاني لأن بي في س يسبح عدد هو وحده ولي عدد إذن هنا ها هي طبقنا حسب هذه مبرهنة بي زو مئة على أن العددين أوليان فيما بينهما فقط الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الذي جاء بعدها قال باستعمال استدلال بالتراجع أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي آن غير معدوم فإن البي جي سي دي لآ وبقوة آن يسوي واحد إذن نقول إثبات أن ماذا أن البي جي سي دي لآ وب قوة آن هكذا إذن قوة آن يسوي كم يسوي لنا واحد والاستدلال بالتراجع أولا الاستدلال بالتراجع عندنا مرحلة مرحلة التحق نقول من أجل آن يسوي واحد معنا هذه القيمة نعوذ هنا بكم معوذ بواحد وتصبح لنا ماذا تصبح لنا البي جي سي دي البي جي سي دي لآ وبي يسوي واحد لأن ماذا لأن ها هي آ قلناها أنه أولي مع ب لأن آ آ أولي مع ب أي أن البي جي سي دي للآ البي جي سي دي للآ والبي قد يعطي لنا أنها واحد هذا الأمر الأول ثم المرحلة الثانية هذه مرحلة التحق إذن أي الخاصية بي لواحد محققة من أجل آن يسوي واحد المرحلة المرحلة الثانية المرحلة الثانية نقول نفرض أن ماذا أن بي لآ كيف هي محققة من أجل آن ها هو الأمر إذن نفرض أن بي لآ كيف هي محققة من أجل آن أي تلك البرهان الذي يعطي لنا علينا أن نقول أنه محقق أي أن البي جي سي دي البي جي سي دي للآ والبي قوة آن يسوي واحد ونبرهن وفي الأخير ونبرهن صحة ماذا صحة بي لآ زائد واحد أنها محققة أي ماذا أي علينا أن نثبت أن البي جي سي دي للآ والبي قوة آن زائد واحد أنها تساوي لنا واحد ركزوا نقول لدينا من الفراض أن البي جي سي دي للآ والبي قوة آن تساوي واحد ولاحظوا جيدا ولدينا انظروا جيدا لدينا أن البي جي سي دي انظروا جيدا أن البي جي سي دي بين آ و بي في سي يساوي واحد برهننا هذا في هذا السؤال تتذكرون في هذا السؤال أثبتنا عليهم أن هما أوليان في من بينهما ما معنى بما أن هذا هذا يعني آ أول مع بي في سي ينتج أنه يمكن أن نصل إلى أنه يمكن أن نزيد في مكان إلا أنه هنا هذه فرضناها وهنا يمكن في مكان السي أن نضع إلا البي أي ماذا ركزوا أي لأن لا يهم هنا السي أو البئة المهم إذا كان أول مع الأول لاحظوا جيدا و أي لاحظوا أن البي جي سي دي لأ وبي يساوينا الواحد والبي جي سي دي والبي جي سي دي للأ والبي قوة آمنة الفرضية يساوي الواحد يكافئ من هذه وهذه ماذا أن البي جي سي دي للأ والبي قوة آن في البي يساوي الواحد أي أنه ماذا يصبح البي جي سي دي إذا لاحظوا البي جي سي دي ما بين الأ والبي قوة آن زائد واحد يساوي لنا واحد أي أن الخاصية تابعوا أرجوكم حتى تفهموا يا أبنائي إلى هذا الشيء أولا قلنا هذه نفرضها أمر الأول ونبرهن هذه لكن بهذه الخاصية التي تحدثنا عليها خاصية أنهم أوليان فيما بينهما هذه الخاصية هي التي تحل لنا تلك اللغز إذا كان أولي مع البي قوة آن وأضفنا كلمة بي أخرى لأنه أولي معها فالبي في البي قوة آن تصبح لنا بي قوة آن زائد واحد ومنه الخاصية بي لآن زائد واحد كيف هي محققة من أجل آن زائد واحد فقط وأخيرا أبنائي وأخيرا نقول أن البي جي سي دي للآ والبي قوة آن تساوي واحد فقط يعني تلك البرهان بالتراجع البرهان الذي قمنا ببرهانته في نظرية بيزو هو الذي ساعدنا أنه هذا فرضناها ولما نضيف البي هنا في مكان الس تصبح بي قوة آن في بي تصبح لنا بي قوة آن زائد واحد وهو المطلوب الذي علينا قلنا علينا أن نصل إليه فقط يعني لم يعطى لنا هذا السؤال يعني مجرد هكذا فقط بل أعطي لنا من أجل أن نثبت ذلك وها هو قد استغللنا هذه القاعدة هي أبنائي فقط نعطي الآن أبنائي إلى السؤال الأخير قال استنتج القاسم المشترك الأكبر للعددين هذه العادتين إذن نقول كجواب على السؤال استنتاج البي جي سي دي لاحظوا البي جي سي دي لمن؟ لألف وتسعمائة وأربعة وخمسون قوة ألف وتسعمائة وإثنان وستون وألف وتسعمائة وإثنان وستون قوة ألف وتسعمائة و أربعة وخمسون يريد مننا أن نستخرج لهم البي جي سي دي لاحظوا جيداً والسؤال استنتج معنا مبني على الأسئلة السابقة نحن ماذا نملك يا أبناء؟ نملك أن البي جي سي دي نقول لدينا ركزوا لدينا أن البي جي سي دي لمن؟ لتسعمائة وسبعة وسبعون وتسعمائة وواحد وثمانون قلنا أنه يساوينا واحد أثبتنا على أنهما أولياً ها هو السؤال الجواب وقلنا كذلك لاحظوا جيداً انظروا جيداً قلنا أنه X يساوينا 2X فتحة إذا كان هذا هو X فتحة وهذا هو Y فتحة فماذا ينتج؟ ركزوا أرجوكم فينتج أن البي جي سي دي البي جي سي دي لأنه قال هو الـ X هو الـ Y قال البي جي سي دي لديهم هو الاثنان تحدث على ذلك إذن البي جي سي دي يصبح لنا يصبح هنا إثنان هكذا إثنان في تسعمائة وسبعة وسبعون وماذا واثنان في تسعمائة وواحد وثمانون هون يسأل لنا لاحظوا جيدا يسأل لنا اثنان ما معناه معناه يصبح لنا البي جي سي دي لاحظوا جيدا البي جي سي دي اللي هو اثنان في تسعمائة وسبعة وسبعة وهو الف وتسعمائة واربعة وخمسون والآخر الف وتسعمائة واثنان وستون البيجي سيدي لديهم هو الاثنان هذا اتفقنا عليه وقد قيل من قبل ها هو أمامكم البيجي سيدي إذن الـ X ها هو والـ Y ها هو لاحظوا جيدا ذكر أن البيجي سيدي تذكر ذلك أن البيجي سيدي قال هو اثنان ثم الآن ننطلق رويدا رويدا لاحظوا أبنائي ما رأيكم أن نكمل هكذا نقول البيجي سيدي تابعوا جيدا لأنها تحتاج إلى نوع منه التركيز البيجي سيدي لألف وتسعمائة وأربعة وخمسون وهنا ألف وتسعمائة واثنان وستون من خاصية البرهان بالتراجع الذي تحدثنا عليه لأنه برهان بالتراجع أن البيجي سيدي ما بين الأ والبي قوان قلنا أنها تساوينا واحد هذا الأمر علينا أن نستغله يا أبنائي إذن لو ندخل هنا القوى ندخل هنا ألف وتسعمائة واثنان وستون وهنا ندخل ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون لا يحدث أي شيء تساوي لنا قل تساوي الواحد لأنه لا يساوي الواحد هنا ماذا تساوي لنا يا أبنائي ما رأيكم أن نفكك لو نفكك هنا رويدا رويدا تصبح لنا تساوي البيجي سيدي انظروا جيدا البيجي سيدي لمن لاحظوا نقطة نقطة أبنائي حتى تعلموا لإثنان قوة ألف وتسعمائة واثنان وستون مضروبة في من تسعمائة وواحد وثمانون واثنان قوى الف وتسعمائة و اربعة و خمسون في تسعمائة و واحد و ثمانون قوى الف وتسعمائة و اربعة و خمسون لم أفعل شيء حتى الآن قمت بالتفكيك اجي اضرب هذا في هذا يعطي لكم الف وتسعمائة واربعة وخمسون ونفس القوى إذا تصبح قوة الف وتسعمائة واثنان وستة لم أفعل شيء حتى الآن إذا ولكن بما أن هذا عندنا خاصية أنه بما أن هذا كأنما أصبح عام مشترك هنا في البي جي سي دي هنا له الحق أن يخرج إلى هذا من خواص البي جي سي دي والبي بي سي دي إذا ماذا ينتج؟ ينتج لنا اثنان قوى الف وتسعمائة وماذا؟ لاحظوا جيدا ركزوا أبناء إباعي قوى الف وتسعمائة واربعة وخمسون مضروبة في البي جي سي دي لمن؟ لتسعمائة وسبعون قوى الف وتسعمائة واثنان وستون هكذا لاحظوا جيدا تابع أبناء نقطة نقطة لكن هنا عليكم أن تكونوا نوعا مع حاذرين تابعوا جيدا ربما نسينا شيء هنا عليكم أن تكونوا قلت حاذرين يا أبناء هنا ما يبقى لنا بالداخل لما استخرجنا اثنان قوى الف وتسعمائة واربعة وخمسون يبقى لنا هنا يا أبناء بالداخل يبقى لنا تسعمائة وسبعة وسبعون قوى الف وتسعمائة واربعة وخمسون مضروبة في اثنان قوى ثمانية لأن ما استخرجه هو الف اثنان قوى الف وتسعمائة واربعة وخمسون هو الذي خرج معناه هنا في هذا المكان كما أشير يمكن أن نفكك حتى نفكك معناه لو نفكك يا أبناء لاحظوا ماذا ينتج ينتج هذا الشيء ركزوا معي لي أن قلت في الأول أن نحتاج إلى التركيز إذن الف وتسعمائة واربعة وخمسون وتصبح كذلك مضروبة في اثنان قوى ثمانية إذا استخرجنا هذا كعام مشترك من هنا ومن هنا ماذا يبقى لدينا لاحظوا ها قد استخرجناه إلى هنا فالشيء الذي يبقى يبقى لنا اثنان قوى ثمانية في تسعمائة وسبعة وسبعون قوى الف وتسعمائة وماذا وضحظوا هنا يا أبناء كما أشير واربعة وخمسون هنا أربعة وخمسون ضحظوا جيدا قلت سبع لنا هكذا واربعة وخمسون الآن بعدما بقي لنا هذا الأمر تصبح لنا قلنا هنا في هذه في وارب جديد تسعمائة وواحد وثمانون قوى الف وتسعمائة واربعة وخمسون لم أفعل شيء إنما استخرجت اثنان قوى الف وتسعمائة واربعة وخمسون كعام مشترك الآن بقيت لنا هذا الأمر قد عرفناه قد استخرجنا ألف وتسعمائة واربعة وخمسون مشترك بقيت لنا هذه يمكن أن نجد لها البيجي سيدي يسوي واحد إذا أثبتنا أن البيجي سيدي لهذه القيمة أنه مثلا واحد فيصبح البيجي سيدي هنا هو إثنان قوى الف وتسعمائة واربعة وخمسون الآن تعالوا نقوم إذن أظن هنا فهمتم الفكرة أنه فككت فقط يا أبنائي نقوم بعملة التفكيك واستخرج إثنان قوى الف وتسعمائة واربعة وخمسون الآن لكن ماذا نملك؟ نملك بعض الموطايت لكن لدينا أن البيجي سيدي لي سبع تسعمائة وسبعة وسبعون وتسعمائة وواحد وثمانون قلنا أنهم أوليا برهنها في الأول إذا استغللنا هنا خواص الألقي وخواص هذا البرهن بالتراجع الذي تحدثنا عليه أنه هنا ألف وتسعمائة واربعة وخمسون وهنا ألف وتسعمائة واربعة وخمسون لا يحدث أي شيء لا وكذلك عندنا شيء آخر كذلك نملك ماذا نملك؟ نملك أن البيجي سيدي لاحظوا أن البيجي سيدي ما بين الاثنان وماذا؟ وتسعمائة وواحد وثمانون يساوي واحد يقول أحدكم لكن لماذا أنت فعلتها مع الاثنان وهذا العدد؟ لأن أريد أن أبحث عن هذا مع هذا حتى تخرج البيجي سيدي له أو أكرر مرة أخرى كذلك هذا مع هذا لأن هذا مهما كان هذا حل أمره أن البي جي سي دي لتسعمائة وسبعة وسبعة قوة 1954 و و تسعمائة واحد وثمان قوة ألف وتسعمائة واربخمسون و تسعمائة واحد وثمان قوة 1944 قلناها هو أمكم كم واحد بغيت لنا أنه المشكلة مع هذا مع هذا كم هو البي جي سي دي له إذن نملك هذا الشيء وبالرجوع إلى هذه القائدة دع البرهان بالتراجع ينتج أن البي جي سي دي البي جي سي دي لمن؟ لاثنان قوة ثمنية وتسعمائة واحد وثمانون كذلك يبقى لنا واحد هذا الأمر كذلك أثبتناه وهنا يبقى لنا واحد وإذا دخلنا كذلك هنا أحدT القيوة في هذا المكان لاحظوا ندخل قوة من هنا الثمنية وندخل من هنا ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون كقوة من هنا ومن هنا لا يحدث أي شيء يبقى لنا كذلك واحد هذا من الخاص البي جي سي دي الآن لأننا طبقنا نحن مازلنا مع هذه العلاقة الذي برهنناها بالترجع لهذا قلت في الأول تابعوا معي الآن أي ماذا أي أنه وجدنا أن البي جي سي دي لمن؟ لإثنان قوة ثمانية في تسعمائة وسبعة وسبعون قوة ألف وتسعمائة وإثنان لاحظوا جيدا وإثنان وستون هذا العدد مع تسعمائة وواحد وثمانون قوة ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون يساوي لنا كم واحد هذه من هذه الخواص يعني ندخل أي قوة القوة ندخله في أي مكان شئنا في أي مكان ندخل القوة لا يحدث لنا أي إشكال حتى ولو ندخل هنا قوة إثنان وستون وهنا ندخل أربعة وخمسون المهم تبقى خاصية دائما صحيحة وقد برهنت بالتراجع لما أنها برهنت بالتراجع فأصبح البي جي سي دي لمن؟ لذلك هو لماذا؟ لأن هنا كذلك عندنا الخاصية التي برهنتها من قبل قلنا أن البي جي سي دي للآ وبي في سي إذا كان البي أول مع الأول وع الثاني فهو أول مع جدائهما إذن من هذه الخاصية ماذا ينتج يا أبني؟ ينتج لنا أنه لاحظوا جيدا كما أشرت في الأول قلت هذا البي جي سي دي كم؟ هو واحد إذن ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا هو إثنان قوة ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون قد استخرجت بالإستنتاجيات معناه ينتج يا أبنائي أقول وأخيرا البي جي سي دي لألف وتسعمائة وأربعة وخمسون قوة ألف وتسعمائة وإثنان وستون وألف وتسعمائة وإثنان وستون قوة ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون يساوي لنا كم يا أبنائي؟ يساوي لنا إثنان لاحظوا قوة 1915 ليس 62 لأن البيجي سيدي دائما يكون الأصغر لو وجدنا هذا مثلا ووجدنا 2 قوة 1962 أيهما أكيد يكون هذا لأن ذلك هو الأصغر أما 1962 يكون أكبر هو البيجي سيدي يطلب الأصغر لاحظوا يطلب نعم الأكبر كما أشير إذن بهذه البساطة فقط يا ابن عين ها قد قمنا بالإجابة على هذا التمرين الرائع وفي الأخير أبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد أعجبكم الشرح ويمكنكم زيارة صفحة الأستاذ نوردين ومنتدى الأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار ودومتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته